منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة لم تختزن الجزائر قولاً أو فعلاً لردع المحتل الصهيوني عن جرائمه في حق الإخوة الفلسطينيين بل وكانت أول دولة تدعو إلى اللجوء بقوة للهيئات القضائية الدولية لمحاكمة هؤلاء المجرمين ومعاقبتهم عما يحدث من إبادة جماعية في غزة على لسان رئيس الجمهورية الذي ناشد كل الدول وأحرار العالم للوقوف ضد آلة التقتيل الممارسة ضد الشعب الفلسطيني حينها بدأ صدى الدولي لمبادرة الجزائر يأخذ منحاً متصاعداً والتفافاً كبيراً ليتم تأثير إجراءاتها بعدما سندها عديد الرؤساء من كافة قارات العالم وحقوقيون ومنظمات دولية وأسندت المهمة لجنوب إفريقيا هذا البلد الذي عانى كثيراً من نظام الأبرتايد العنصري وبالفعل تم رفع الدعوة ضد الكيان المحتل كسابقة دولية جريئة ضمن مرافعات ثقيلة ضده بتهمة الإبادة الجماعية في غزة بالدلائل والقرائن وبثت عبر كل القنوات العالمية فقد خلالها ممثل الكيان ومن يدعمهم المصداقية الكاذبة التي عارتها الحقائق تقدير كبير ودعم متواصل أبدته الجزائر لجنوب إفريقيا التي اعترفت بمقاربتها السديدة ووجاهة مبادرة رئيس الجمهورية وإن كان الحكم الذي أصدرته بالأمس محكمة العدل الدولية يعلن نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العينان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة على مستوى مجلس الأمن افتدحت الجزائر عضويتها بإسنادها الكبير لفلسطين وما يجري من مخططات لتهجير سكانها ونجحت في افتكاك قرار صوت عليه بالإجماع يمنع بأي شكل من الأشكال تهجير فلسطينيين خارج أراضيهم لتسقط ورقة أخرى من أوراق الكيان الصهيوني وها هي الجزائر وعبر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن بتعليمات من السيد الرئيس بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية وهو ما استجاب له مجلس الأمن الدولي ليعقد جلسة تخصص للنظر في قرار محكمة العدل الدولية خلال هذا الأسبوع ترجمة نانسي قنقر